السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من القهوة ومعلقة من الجيلاتين البودرة وتقدري تشتريه من عند العطار وهنحط كمان من معلقتين لتلات معالق مية بس اهم حاجة تكون دافية وهنقلب كويس جدا حتى تمام التجانس بصوا بنات زي كده بس هي لسه فيها خرز بتاع الجيلاتين هنحطها في المايكرويف وهتطلع تبقى بالطريقة دي هتحطها في المايكرويف كده 15 دقيقة او على حمام بخار لحد ما الجيلاتين كله يدوب بعدين هتحطيها على المنطقة حول الفم وتسبيها نص ساعة كاملة لحد ما تنشف خالص وبعدين تبدأي تأشريها ما تنسيش لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان يقصر لبنات كتير بنية الافادة بص يا بنات لما بيبقى نشف قوي كده تقلقوش منه خالص مناسب لجميع انواع البشرة وتقدري كمان تضيفي معي نص معلقة من عسل النحل الابيض يعني ده اختياري مستنيت عليقاتكو واقتراحتكو كمان للفيديوهات اللي جاي بصوا يا بنات تفتيح نعومة ترطيب كمان هيشيل اسمرار من المنطقة دي هتحب المسك جدا هتغسلي ايدك بالمية الفترة وبعدين هتدهني المنطقة لانها طبعا مكان حساس هتدهني باي كريم مرتب عندك شكرا ليكو يا بنات والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة